مخاذ عسير تعيشه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في ظل رئاسة بوريس جونسون لحكومتها فقد صادقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على قانون يوقف مغادرة بلادها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق نهاية شهر تشرين الأول المقبل كما هو مخطط له من قبل الحكومة ويلزم القانون حكومة جونسون بالعودة إلى البرلمان بحلول التاسع عشر من شهر تشرين الأول المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مغادرة مع الاتحاد الأوروبي وتعد هذه الخطوة بمثابة حجر عطرة أمام سياسات رئيس الوزراء الرامية إلى تنفيذ الخروج الأوروبي نهاية شهر تشرين الأول بصرف النظر عن مخرجات المحادثات مع بروكسل في الوقت ذاته يسعى رئيس الوزراء جونسون لإقناع النواب البريطانيين المترددين في دعم مقترحه تنظيم انتخابات مبكرة في محاولة أخيرة لتطبيق استراتيجيته لبريكسلت بأي ثمن للخروج من الأزمة السياسية التي تهز البلاد وذلك قبل تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع ويأتي صراع القوة الجديد هذا بعد سلسلة هزائم مني بها رئيس الحكومة المحافظ الأسبوع الماضي في وقت لم يحصل فيه أي تقدم مهم باتجاه اتفاق أثناء لقاء في دابلين جمع جونسون ونظيره الإيراندي ليو فرادكار تعليق عمل البرلماني سيستمر حتى الرابع عشر من شهر تشرين الأول أي قبل أسبوعين من الموعد المعلن لبريكسلت سواء صوت النواب مع أو ضد انتخابات مبكرة بحسب متحدث باسم رئاسة الحكومة غير أن توقيت التعليق والفترة الأطول من المعتاد لتعليقه أثار غضبا بين جميع الأطياف السياسية فيما قال المنتقدون إنه فضيحة دستورية وانقلاب وذكر النواب المعارضون لبريكسلت من دون اتفاق أن القرار يهدف بشكل واضح إلى عرقلة جهودهم لمنع ذلك السيناريو وتظل قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي وهي أهم الخطوات التي تقدم عليها بريطانيا منذ عقود محل شك بعد أكثر من ثلاثة أعوام على استفتاء عام 2016 إذ من المحتمل أن تتراوح نتائجها بين الخروج دون اتفاق والتخلي عن العملية برمتها